اه الاخ هاني اه اول سؤال هو يوصلي الاخ هاني محمد قال مبيعتنا من نوافذ الالمونيوم قليلة جدا نظرا لاننا نصنع بجودة نصنع بجودة وسعرها اغلى اغلى من السوق والعميل غير مقتنع بذلك ما العمل طيب خلينا نحط بس قاعدة بلاش نقول العميل وبلاش نقول بلاش تعميمات لما بديجي احنا نقسم السوق لما بديجي فيه حاجة في الماركتينج اسمها تقسيم السوق هتلاقي فيه حاجة اسمها تقسيم سلوكي الناس بس زي بعض فيه ناس بالنسبة لهم السعر اهم حاجة وطبعا ممكن دول يبقوا اغلبية خصوصا مع الحالة الاقتصادية بتاعتنا فيه ناس عندهم لا لما تيجي تقول له انا عندي حاجات كويسة بس غالية يقولك ايوا انا عايز الغالية دي يدور عالجودة اهم حاجة فيه ناس يهمهم مثلا السرعة فيه ناس يهمهم خدمة ما بعد البيع ناس يهمهم ان هم يتعاملوا مع مكان قريب يعني العمل شريح لو انت حاجتك حضرتك غالية ما تروحش تبيع للناس اللي هم البرايس سنستيب الحساسين للسعر وعايزين قال للسعر وتيجي تقول لي الناس مش مقتنعين مين الناس؟ نجاحك وفشلك في التصويق بيعتمد على انك تعرف عميلك وما تروحش لأي حد تبيع له لو انت حضرتك حاجتك غالية وممكن تبقى غالية قوي قوي ليها عملة بس تعرف ان هم قليلين وتشوف هم فين وتروح لهم يعني اه انا مرة حطيت بوست عندي على الصفحة من توكيل روليكس كانوا عارضين ساعات في الباترينا اه الساعات اسعارها كانت من 300 الف المليون جنيه وطبعا دي مش اغلى حاجات عندهم يعني طيب ما دي غالية طيب اه سبتت باعه لما يجي بقى حضرتك يقول لك انا ايه اه توكيل روليكس يعني لو غلط وعمل العملة دي وقام رايح فتح العتبة في العتبة اللي هي شريحة الناس اللي بيروح يجيبوا ساعات بقى مين جنيه ومتين جنيه وحاجات زي وآلف جنيه ولقيت الناس كلهم بيقول لي دي غالية طيب ما هو حضرتك اللي غلطان لان الناس اللي هناك مش هما دول بتوعك مش هما دول بتوعك فانت حارك شوف نون السيجمنت دي ولما تيجي تعمل اعلان تقول احنا بتوعي الفاليو العالي احنا بتوعي الكواليتي اه ما نعيش احنا مش ارخص سعر عشان تعمل ايه عشان تحيد الناس اللي بيدوروا على الرخيص الالوميتال دلوقتي الالوميتال والبي بي سي ولا اليو بي بي سي والحاجات دي في منها جريدز في سعر متر بعشرة يعني كرقب يعني وخمسة واشر وعشرين وخمسة وعشرين في ناس يقول لك لا انا ما اجيب انضف حاجة خلاص اوكي هما دول بتوعك فما تجيش تقول لي ايه الناس وانا مضايقني ان العملاء كلهم جزء اساسي في التسويق تعرف انت هتبيع لي مين وهتضحي بمين مش هيشتري منك يعني لما تيجي تقول سعر مليون جنيه ما انت مضحي بـ 98% من اللي بيشتروا سعر اه بس الاثنين في المية دول لو اعرفت انت تشتغل معهم هتكسب طيب بس تفصل عن كيفية تسعير البرامج المحاسبية الاخ العباس الاخ العباس انا منزلت فيه حوالي عشرين فيديو عن التسعير موجودين على قناة يوتيوب افضل لان موضوع التسعير ده بيتشرح عشان تسعر صح ده فيه 12 خطوة بيتعملوا ورا بعض لاي حاجة على فكرة لخدمة لسلعة لمنتج موضوع تبقى عارف حاجات كتير تحسب تحسب التكلفة وتشوف المنافسين وتشوف برضو شريحة العمل بتوعك وتشوف البراند بتاعك وامتو هل انت مرتبط بالجودة ولا هل انت لسه شركة جديدة تعرف الشريحة بتاعتك عدد ايه يعني يعني اقول لكم مثلا فرض جدري جميل هيبقى يفيدك قوي لما تيجي انت حرك تفكر برضو علشان الناس اللي بيقولوا ايه اصلا الناس عايزة يقل لسعر حرك يسأل نفسك سؤال انت بتبيع سوفتوير مثلا في مجال البزنس لو السوفتوير ده ببلاش هتبيع منه كام شايف السؤال بقى رأيه يبدو غريب بس الاجابة عليه هتديك الشريحة بتاعتك حدها الاقصى عددها ايه تاني الموضوع ده عشان برضو يبقى واضح مثلا انا كان فيه حد بياخد كورس معايا بيعملوا سوفتوير لتنظيم المطابع وبالذات الناس بتوع الديجيطا طيب انا الوقتي راجل مش مطبع وهيجي يقول لي انا عندي سوفتوير مطابع هو تمنه كذا الف جنيه انا هديولك ببلاش هقول له لا يا عم انا مش عايزه حتى لو ببلاش مش عايزه فانت حرك تسأل نفسك سوال السوفتوير ده لو ببلاش السؤال ده بيقولك ايه شريحتك قد ايه لو ببلاش مين هيبقى سعيد هو بياخده وتيجي تقول لي والله اه ده فيه مثلا في مصر 3000 واحد بس كويس ايه احنا مش عايزين بقى نبيع لمصر كلها احنا بنكلم مع 3000 واحد طيب لو بكام مش هيشتريه ولا واحد ماشي اه لو بكام مش هيشتريه ولا واحد ايه اقولك ده ايه انت بتتكلم في ايه انت اغلى من مايكروسوفت خلاص يبقى انت عندك اهو فيه رينج بتتحرك فيه طيب لو بكام واحد بس يشتريه ده لحد الاقصى من السعر لو بكام واحد بس يشتريه يعني ايه بقى انا بقولك بس ايه ده حتة ده جزء من التفكير في السعر بس السعر موضوع اكبر من كده اه طبعا انا مقدرش اقولك سهتسعره ازاي برنامج لان انا قلتلك شوف حاجات كتير قوي الحاجات دي لازم حارك تقعد بقى تشوفها انت بنفسك وانت اللي تعمل الهومورك ده لان لما اجي اقولك انت ايه البرنامج المحاسبي يسعر كالتالي طبعا انا كده بسرح بيك يعني اجي اقولك ايه طب بيعوا خمستاشر الف جنيه هو ايه طب شوف التكلفة واضربها في اتنين ماينفعش في حاجات يتضرب في خمسة وحاجات يتضرب في عشرة وحاجات تزود عليها عشرين في المية بالعافية يعني الاسئلة اللي شبه كده بتبقى لازم تحليلية وهو البيزنس القارات اللي فيه مش بسهولة ان انا اقولك كده ايه برشامة تاخدها تعملها ايه الكورسات المطلوبة عشان المهندس يكون مدير مبيعات ناجح المهندس غالبا احمد فعد كورسات البيع طبعا ويفضل تبقى فاهم تسويق تسويق والبيع طبعا انت كمهندس فاهم فنيات والسيلز انجينير او المهندس المبيعات ده من المهن الرقية جدا اللي هو بتلاقيه ماينفعش يقنع عميله الا لو كان بيع شطر جدا ومهندس شطر جدا ودول بقى اللي بيبيعوا الحاجات الفنية المتخصصة انت هارك هتبقى فاهم الفنيات مهندس هيشرحها لك تقراها من المانيولز تاخد تدريب عند الشركة اللي انت شغال فيها ده كده الحاجات التكنيك الفنيات بعد كده بقى البيع مهارات البيع والعلم النفس اللي ورا البيع والخطوات البروزيس بتاع السيلز ازاي وازاي تتعامل مع سير ام ويعني ايه كلوزنج ويعني ايه فلو اوب هي دي دي مهمة جدا ولما انت تفهمها كويس وتبدأ تطبقها وتبدأ تاخد خبرة فيها لان الحاجات بالتطبيق والممارسة هتبقى بيع ومهندس شطر جدا طيب انا شد متابعينك يا دكتور اخ محمد سمير ان شاء الله يكون حظها طيب ده يكون انا اللي حظي سعيدي اخ محمد ازاي يتم القياس النمو ما هو النمو ببساطة انت حرج بتشوف مثلا ارباحك سنة اللي فاتت سنة دي بقت كام اه زادت الارباح كزا في المية ما بعتنا كنا كزا والجروس بيبقى دايما بتكلم اللي هي الارادات والارباح وممكن انت لما تيجي حركة تبص على البيع ممكن تقول والله الوحدات بيع بالقيمة كفلوس او بيعنا بالكمية لان انت في ساعات مثلا يحصل تضخم في البلد فانت كفلوس بعت اكتر بس كمية بعت اقل لان السعر ذات هو ده اللي بيتقاس ده اهم من خياس للنمو انا في مجال الاخ وليد باسيوني في مجال تسويق حديد التسليح انت بحتاج حركة تدلني على كتب او ديوقات تفدني في المجال بصوا يا جماعة علشان انا بيجي لي السؤال ده كتير جدا ناس يقول لي طب انا ايه طريقة اسويق الملابس تسويق المطاعم تسويق المحل البيتزا ايه تسويق المعرفش يعني هو التسويق من العلوم اللي ادواتها واحدة انت حالتك بتطوحها لنشاطة مفيش حاجة اسمها مثلا تسويق الحديد كتاب في تسويق الحديد مفيش حاجة اسمها كده انت حركة بتعرف التسويق وبعدين خبرتك في سوق الحديد بتقوم حطتها مع التسويق وتبدأ تشوف من الادوات اللي انت بتاخدها في التسويق ازاي تطوحها فحركة تعرف ايه في التسويق تدرس كتب التسويق وانا قلتها قبل كده كذا مرة اشهر كتب بانجلش طبعا خلينا في الستاندرد اللي هو بتاع فيليب كوتلر وبالعربي الدكتور طلعت اسعد عبد الحميد وانا على فكرة برضو من ناس كتير بيبعطولي على كتاب انا مش مقالف كتب في التسويق ويمكن يعني لكذا سبب من ضمنهم مش هقدر اعمل اضافة بعد اسد زيتنا للكبار ويعني ان كنت بحاول اعمل كده يمكن الوقت برضو مش صعيفني قوي لكن انا بنقل المعرفة بشكل مختلف اكتر في الكورسات وفي الفيديوهات بتاعتي سواء المجانية او المدفوع والحد دلوقتي يعني انا فيه كتابين مشروع كتابين يعني وقفين كده معمول لهم بقى لهم كذا سنة لا مش لقي وقت اكملهم فدعواتكو بقى وكل سنة اقول ايه هلحق المعرض الكتاب اللي جاي وهو معرض الكتاب قرب هو في يناير وشكلي مش هلحق بصرف النظر رأى محمد جودة بيقول بتاع الالويتال بيبيع المقاولين مش هتفق المقاولين اللي هم واخدين شغل فلل في الساحل مش هينفع العميل بتاعهم ما هو بيت وبيه في الاخر فيه سي في الاخر فيه سي بيت بعد مش هينفع العميل ده يروح ياخد الويتال اي كلام يعني يشوف العملة سواء العملة دول مقاولين او عميل نهائي عايز الساحل انا عندي شركة لتخليص معاملات تأسيس الشركات بمعنى شركة خدماته عندي شريكه حالي حاليا عندي شك كبير انه بيشتغل حسابه وانا عندي نية لتغيير نشاطي للتداول في الفوركس يا خبر ليه كده يا محمد سلام بس واندي خبرة في ذلك وعمري 39 سنة انت سؤالك معقد لان هما كذا سؤال في بعض الشراكة انا عمل عليها ثلاث فيديوهات والشراكة الناس بتتعامل معها للأسف بإهمال شوية او يعني باستسهال انا عمل ثلاث فيديوهات اول فيديو تسأل نفسك فيه انا محتاج شريك ولا مش محتاج شريك يعني انت الوقت خلاص شاركت تاني فيديو بقول قبل ما نشارك نعمل عود ازاي عشان ما نختلفش تالت فيديو بعد ما الشركة تبدأ ازاي ما يبقاش فيه حد بينتفع من الشركة لمصلحته عكس مصلحت الشركة ما يبقاش فيه تضارب مصالح ما ياخدش شغل الشركة ما ياخدش عربية الشركة يوصل بها العيال يعني من اصغر حاجة حراك لو انت تسرب شك ما بين الشركة دي بتبقى غالبا نهايتها فصل يعني لان الحاجات دي بيبقالها اساس يعني الشكوك دي بيبقالها اساس وما ينفعش شريك يشتغل لحسابه في نشاط منافس للشركة لان ده نوع من الخيانة يعني ما ينفعش انت بقى حراك عايز تدخل في الفوركس الفوركس بقى حاول بقى تفهم كويس موضوع الفوركس وتقرأ انت او يعني تتطلع عليه وتشوف خلفيات المكانة بتاعة الفوركس دي من وراء ومن جوة شغالها ازاي المكانة بتاعة الفوركس دي في عليها شبهات كبيرة جدا وعلامات شك وتعجب وتفهام وكل العلامات يعني انا باعتبرها بحطها في خانة واحدة كده هي والتسويق الهرمي او في ساعات بيقولوا عليه الشبكي اللي هو زي كيو نت واشبهها يعني كل الافكار اللي فيها احلام الصراء السريع فوركس تشتغل بألف دولار يبقوا مئة ألف دولار ومين عمل معرفش ايه ولا الشبكي تعال اشترك وادخل معانا وبعد كده انت مش هتلاحق ما يعني كل ده كلام مش مظهوط ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر